السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف الثالث السنوي حبايب قلبي يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة فيديو السريع ده كده جماعة ان شاء الله هنتكلم فيه عن تفصيلتي مهمين والتأكيد أكتر على طلبة السناتر أو الطلبة اللي بتحضر أونلاين وحبة إنها تكون معانا في السنتر والطلبة اللي مع الفيتش تشترك معانا من البداية طيب احنا يا بطل ان شاء الله الاسبوع ده كله شغالين مع بعض حاجة اسمها ورشة عمل على الباب الأول ورشة العمل ده جماعة بتكون مراجعة شاملة على الباب شرح لملخص الأفكار العليا والأفكار الهامة اللي موجودة في الباب كلها وبعد كده بنحل أسئلة متدرجة طبعا بتوصل لأسئلة المستويات العليا غير اللي كانت في المذكرة آه يا مستر غير اللي كانت في المذكرة بتاعتنا طيب أنا كطالب مبدئيا لو أنا حابب أول سؤال هل يا مستر أنا ممكن أشتري ورشة العمل بس من على المنصة آه يا فندم حاجة تقدر تشتري ورشة العمل بس من على المنصة بتخش على المنصة عادي هتشير الكرسي بتاع ورشة العمل تشيري ورشة العمل موجودة لوحدها كده هتلاقي ورشة العمل لوحدها ويعني يا ربنا وفقك لأن هي طويلة شوية دخلالها في حدود سبع ساعات اجمد بقى بطل معلش احنا متقلين عليك شوية شرحوا وحل يخشوا لهم تقريبا في حدود سبع ساعات بس طب بالنسبة للناس بقى حبايب قلبي اللي حابين ان هم يحضروا معانا في السناتر طب هل في دخول في ورشة العمل ممكن ندخل اه يا فندم ممكن ندخل في ورشة العمل بس بنظام حضرتك اولا هتروح للسنتر الاقرب ليك وتشوف هل في اماكن متاحة ولا وتحجز حصتك مسبقا علشان تمامل ايه بقى يا بطل تحضر معانا باذن الله ورشة العمل اللي هي مراجعة الباب الاول بعدها مش هتخش على طول هتيجي تنتحن معانا على الباب الاول تحقق درجة كويسة معانا تدخل انا تبيهتاني عشان ما تقولش المستر ما قالش هل اي طالب هيخضر ورشة العمل انا كده دخلت الدرس وخلاص لا 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 ما بنعملش كده احنا عايزينك شغال كويس يعني ايه شغال كويس يعني لما هتخش ورشة العمل وترجع معانا الباب الاول هتاخد معاد الامتحان تيجي تنتحم معانا بعد كده يا بطل بعد ما بتنتحم معانا احنا بنشوف درجتك والله حضرتك ان شاء الله حققت شيء طيب بنتصل بيك احنا اللي بنتصل بيك وبنبلغك تعالى حبيب قلبي عشان تكمل معانا من اول الباب التاني طب لو انت مش مذكر حاجة لا يبقى ليس من الصحيح اصلا انك تخش في الباب التاني وانت لسه عندك مشاكل في الاولاني وده مش وقت يا جماعة احنا لسه ما عملناش حاجة عشان الناس تبدأ تعمل تراكمات فاسحى كده حبيب قلبي وفوق السنة اه طويلة ولكن خد بالك عند بعض الناس هتكون قصيرة لازم تبقى واعي وتشتغل من اول يوم بإذن الله لحد اخر يوم فبقاك التاني طلاب اللي حابين يكونوا معانا في ورشة العمل وبإذن الله لتحقوا بنا في الباب التاني تحضر معانا ورشة العمل لو عايز على الارض بعد كده هتيجي تمتحن معانا في السنتر طب فين اماكن السناتر اللي متاح فيها الكلام ده هنكتب لك في الوصف اسفل الفيديو السناتر اللي احنا موجودين فيها وارقام تليفوناتها تقدر تتواصل معاها وتحجز حصتك وتعرف هل متاح اماكن ولا لا بإذن الله ان شاء الله نقدم لك حاجة طيبة نلملك فيها افكار كل الباب تخش متطمن للباب ده تخش امتحنك بإذن الله تحقق درجة طيبة عشان تبقى دي بداية جيدة ليك وتديك تدافع انك تكمل بإذن الله في الابواب الجاية بمجهود اكبر وبإذن الله ان شاء الله في النهاية تكون المحصلة الكلية والنتيجة كلية طيبة لك بإذن الله ان شاء الله جماعة نسأل ربنا لنا وليكم التوفيق اشوفكم دايما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته